صباح الخير زميلي طارق وبكل السادة المشاهدين نعم نحن متواجدون هنا بقصر الأمم أين سينعقد لقاء حكومة ولاة الذي يأتي هذه المرة تحت شعار إنعاش اقتصادي توازن إقليمي وعدالة اجتماعية اللقاء سيشرف عليه رئيس الجمهورية ويعد اللقاء الثالث في ظرف 17 شهر اللقاء يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا للأسف ساهمت في تدني القدرة الشرائية مع انخفاض أو مع ارتفاع عدد من المواد الغذائية أيضا كما قلنا بأن اللقاء يهدف إلى وضع سلسلة من التدابير الاجتماعية تهدف إلى توطيد دولة الحق والقانون والإنعاش الاقتصادي والتنمية البشرية إذن زميلي طارق كان هذا كل ما لدينا هنا في قصر الأمم في انتظار رئيس الجمهورية الذي سيلقي كلمة على الساعة العاشرة وفي حين ذلك سنوفيكم أكيد بكل ما هو جديد فيما يتعلق بلقاء حكومة ولاة في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة بحول الله جميل أكيد إيمان طبيب شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أعيد أن نذكر ونشير مرة أخرى للمشاهد الكريم هذه المشاهداتين عبر المباشر من قصر الأمم نادي السنوبر حيث يعقد اليوم اللقاء الثالث للحكومة مع الولاد بجدوى الأعمال الاقتصادي اجتماعي اللقاء سيناقش فيه كيفية الحفاظ على مكسب العدالة الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة هذا وسيكون أيضا ملف تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتوازنة في واجهة ملفات اجتماع الحكومة مع الولاد والذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كما سيعكف المشاركون أيضا في هذا اللقاء الدوري المنظم تحت شعار انعاش اقتصادي توازن قليم عدالة اجتماعية على تقييم مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة وكذا مناقشت عدد من الملفات أبرزها تحقيق التنمية المحلية ومن أولويات أيضا الحكومة في المرحلة المقبلة خلق الثروة على المستوى المحلي بما يستجيب لانشغالات المواطنين خاصة في مناطق الظل حيث سيتم أيضا خلال هذا اللقاء فتح خمسة ورشات لتحقيق تنمية المستدامة والذهاب نحو اللامركزية في القرارات ومن المنتظر أن تتمخض عن أشغال هذا اللقاء توصيات عملية ستشكل خارط الطريق للمرحلة المقبلة الغاية منها مواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيسي الجمهورية اللقاء يأتي في إطار التنسيق الجديد الذي يتميز أيضا بعرض مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه من البرلمان كما يهدف إلى إعطاء البعد الإقليمي المحلي للمخطط الذي يتضمن بعد الحكامة وبعد التنمية المستدامة كل هذه المعطايا تأتي في سباق إرساء الحكامة الجديدة الإقليمية وأيضا الوطنية نوصل لدن